موسيقى كما تعرفوا الهجوم دي المنتخب المغربي ضعيف وما كيناش منافسة وفي اخر ثلاثة مقابلة دي المنتخب المغربي يلا قدرنا نسجلوه هادف واحد اللي كان عن طريق حاكيم زياج ضد منتخب جنوب افريقيا وهذا الشي اللي يبين لنا بان الهجوم دي المنتخب المغربي ضعيف وما عندوش حلول وهذا الشي اللي يخلى والد رقراقي يقلب على حلول جديدة ومن بين هاد الحلول هو إلياس بن صغير لاعب موناكو الفرنسي والبارح خرجتش اخبار كتقول بان إلياس بن صغير جاغ المغرب باش يتم تغيير جنسيا الرياضية دياله من فرنسيا الى مغربية فهاد الفيديو غادي يشوفوا هاد الاخبار بالصح ولا غير كدوب واشتهاد صحافي بغاية يتعرف التفاصيل لهذا الفيديو وقبل ما اخليكم مع الفيديو إلا كنت ينتقل تبع اخبار المنتخب المغربي ما تنتج ديرنا لايك وابوني باش يوصلك جديد المنتخب المغربي ولو ما نطوع عليكم بزاف وخليكم مع الفيديو إلياس بن صغير لاعب موناكو هاد الموسم كان عندو اول مشاركة في الدوري الفرنسي وفي اول مقابلة سسجل هادفين مع فريق موناكو واللي كنت تعتبر تاني لاعب في تاريخ نادي موناكو كيسجل هادفين بعد تين هيرلي وبعد تقديم مستويات اللي كانت كبيرة مع الفريق ديالو موناكو وجدب اهتمام من طرف الجامعة الملكية وتم تكليف واليد ريقراكي من طرف رئيس الجامعة الملكية فوزي القجع من أجل التواصل مع إلياس بن صغير بشكل شخصي مدرب المنتخب المغربي واليد ريقراكي مباشرة بعد مقابلة جنوب إفريقيا ذهب للتجول في أوروبا من أجل البحث على حلول جديدة خاصة في مراكز الوجوم ومن بين هاد الحلول كان هو إلياس بن صغير من أجل تعزيز صفوف المنتخب المغربي إلياس بن صغير كان أعطى وعد للجامعة الملكية بأنه غادي يمثل المنتخب المغربي في حالة تم الاستدعاء ديالو للمنتخب الأول باش مطاحش القيمة تسويقية ديالو حيتاش حاليا القيمة تسويقية ديالو واصل 18 مليون دولار ولكن حاليا وليد ريقراكي كيفكر أنه يعيطه مباشرة للمنتخب الأول حيتاش حاليا الاتحاد الفرنسي كيتغط على اللاعب بشكل كبير باش يختاري العاب مع فرنسا بشكل نهائي وهنا جاء التدخل مباشرة من الجامعة الملكية المغربية حيتاش خايفة أنها تخسر هذه الموابة بحال الذي يقع سابقا مع القندوزي والطلبات من والد ريقراكي أنه يستدعي مباشرة اللاعب إلى المنتخب الأول أما بالنسبة لديك الأخبار اللي كتقول بي أن إلياس بن صغير رجال المغرب بالطبط مدينة مراكش حيتاش كان حط واحد ستوري في انستغرام وعليه الموقع مدينة مراكش وخرجات الصحافة بدأت كتقول بي أن إلياس بن صغير رجال المغرب باش يتم التغيير جنسية الرياضية ديالله من جهيسية فرنسية إلى جنسية مغربية كاملة غير كذو باللاعب جاء غير فقط باش يدوز العطلة الصيفية ديالله أما تلك الأخبار اللي كتقول بي أنه جابة شبدة الجنسية ديالله راه ما كان يحتاج حاجة من هدرا فقط إشيات صحافي وأصلا التواصل بين اللاعب والجميع الملكية كان بعد مونديال قطر مباشرة بعد تقديم مستويات كبيرة مع فريق موناغ وأعطى الموافقة من أجل حمل قميص المنتخب المغربي في حالة تم الاستدعاء ديالله للمنتخب الأول وراه الرقراكي دابا غا دعايت له المنتخب الأول وراه غا ديكون من أحد اللاعبين اللي يدر عليه مواليد الرقاقي في الندوة الصحفية ديالله الأخيرة واللي قال بأنه غا ديكون اللاعب أجداد في المنتخب المغربي في شهر شو تنبيه إلياس بن صغير غا ديكون أحد من هاد اللاعبين في النظر ديالكم واش إلياس بن صغير غا ديقدم إضافة المنتخب المغربي واش يستحق فرصة كما تعطيت البلال الخنوث إخوان بغيت نقول لكم وصلنا نهاية الفيديو وما تنسوش تدعمونا وتصبرون واخر غير بلايك وقابونيش حاجة اللي فابر باش نزيدوا نطورهم المحتوى ديالنا ونزيدوا أي خبر تحط جديد يكون عندكم تملوا الورق فاطلق قناة هذه بغيت نقول لكم نطلقوا إن شاء الله فيديو جديد ودومتوم في خير الله اشتركوا في القناة